اشتركوا في القناة وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم ينقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفوا سواء عليهم أهدعتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب نظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم معض فسادهم الله معضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن صفها ألا إنهم مصفها ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إننا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ومدهم في تضيانهم يعمهون أولئك الذين اشترعوا الضلالة بالهدى فما وبحت جاعتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نرى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وطاقهم في ظلمات لا يبصلون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون صابعهم في آدانهم من الصواعي حضر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختبى بصرا كلما أضاء لهم شوفي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُهُمْ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنسل من السماء ما فاخرج به من السموات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نسلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس الحجرة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثير ويغدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقدون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله الخاسرون كيف تكفرون بالله وكمتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلوا في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسر فيها ويسبق الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها بأسمائها أولئي إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غير السماء والأرض وأعلم ما تبدون وعلم تكتمون وإذ قلنا للمنائك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبأوا استكبروا وكان من الكافلين وقلنا يا آدم اسكن أنت وسوجك الجنة وقل منها رغدا حتى شئتما ولا تقرم هذه الشرعة فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعدكم لبعد عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربي كلماته فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل نذكرون نعمة التي نمض عليكم أوفوا بعهد أوفي بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أغزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وددتم الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبروة إن سونا أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل نذكروا نعمة التي أنامت عليكم أني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفعت ولا يؤخذ منها عجل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آج فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيرون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكل بحر فأنجيناكم وأغرقنا آلاف العنى وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين لالة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقون لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوه إلى باركم فاقتلوه أنفسكم ذلكم خير لكم عند باركم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا وإذ قلنا لدخلوا هذه القضية فاكلوا منها فاكلوا منها حي شهئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغف لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذي يظلموا قولا الغير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى بصدقهم فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجعت منه اثنتا عشرة تعالى قد علم كل ناس ما اشربهم قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لنصر على طعم واحد فدعونا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وكثائها وفومها وعدسها ووصلها قال تستبدلون الذي هو أدنا بالذي وخير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي ويقتلون النبي بغل الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إِنَّ إِنَّ وَأَيْنَكُمْ بِقْوَةٍ وَإِنَّ وَإِذْ قَالَ تُؤْمَلُونَ قَالُ قَالُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ وَإِنَّا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَصُرُ النَّاظِرِينَ قَالُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ وَإِنَّا مَعْهَا إِنَّا الْبَقْرَةَ شَابَهَا عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهُتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولِ إِنَّا بَقَدُّ لَذَلُّوا تُطِلُوا الْعَرْضَ وَلَا تَسْفِي الحَرْضَ مُسَلَّمَةٌ لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادوعتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحله الموت ويريكم آياته ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبد من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قلوه وهم يعلمون وإذا نقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخنا بعض من بعد قالوا تحدثنهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني وإنهم لا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله هذا من عند الله يشتر به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيدهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تبسل النار وإلا يمعبود وللتقضتم عند الله أهدا فلن يخلف الله وعهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطبه خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا أعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجلة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدان إحسانا وذي القرب واليتام والمساكن وقولوا للناس حسن واقيموا الصلاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثقكم لا تسبقون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تضاغنون عليهم بالإثم العدوان وإي أتوكم سعطفادهم ومحررون عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم اللخزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتعوا الحياة الدنيا بالآخرة فليخف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا مرسى الكتاب وقفين من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينة وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تغوى أن بسك مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا خلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم معه كفروا به فلعلة الله على الكافرين بإسام اشتعوا به أنفسوا ويكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباغوا بغذب على غذب للكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ونقد جاءكم نوسى بالبينة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا قد نميس قم وعفعنا فوق منطور خذوا ما أهتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوب أعجل بكفهم قل بئس ما يأمر به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وأن ون 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 والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر الفصنة وما هو بمزحزحه من العذاب يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نسله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسلي وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنسلنا إلي كاتبين وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهد النمذ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاء وصول من عند الله نمذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على بلك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنصر على الملكان بباب الأخاروت ومارود وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والسعود وما هم بضارن به من أحد من الله بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما لا ينفعهم ولقد علمون من اشرعوا ما له في الآخرة من خلاق ولو بئس ما شعوا بأنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهما من واتقوا لما ثبتهم من عد الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آملوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا أسمعه وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أقل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يخدص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آياتنا ونوصها أو نوصها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والعرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل ود كثير من أقل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفر حسدا من عد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا أصبحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من عين خير وإن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدن ونصر الكامل ينقل هاتوا برغانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم له لله ومحصن فله أجل عيد ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصار على شيء وقالت النصار ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين من قبلهم لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممنع مساجد الله يترى فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا قائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الأخذة أعداب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله لذى سبحانه بل له ما في السماوات والأرض قل له قانتون بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فاكون وقال تل وقال الذين لا يعلمون له لا يكلمون الله ومتأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشبت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا والنذيرا ولا تسألوا أن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أخواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتينهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يقول به فأولئك هم الخاصلون يا بني إسرائيل دون نعمتي التي نمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسنا عن نفس شيء ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريته قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم إلى إبراهيم إسماعيل طهر بيته للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا بلدا آمنا ورزق أخله من السورات من أمن بالله من آمن منهم بالله لهم بالآخر قال أمن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تعبل لنا إن أنت السميع العليم ربنا وجعلنا المسلمين لك ومن دريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويسكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم لمن استفى نفسه ولقد اصطفينه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعكم يا بنيا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تبوتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهدائذ حضر يعكوب المغض حضر يعكوب المغض إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إليك وإليها آبائك آبائك إبراهيم إسماعيل وإسحاق وإليك واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كنوا هدى النصر أو تصر تهدد قلبا الملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أوزل إلينا وما أوزل إلينا وما أوزل إلينا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعكوب والأصداد وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقا فسيكفيكه الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحصل إلى الله سبغا ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعكوب والأصداد كانوا هدى ونصر قل أنتم أعلموا من الله ومن أظلم مما كتم شهادة عن عيده من الله وما الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة